إقبال لفت للعائلات والتلاميذ على حفل عم يزيد المنظم لأول مرة بقصر التقافة والفنون بولاية سكيدة والمناسبة أول أيام العطلة الشتوية عجبتنا بالزيف ونشمنها ونسيدي عاودها ونقولولو يا تلك الصحة عدنا بالزيف من اللي حطوها في الشروق ونحن نتعضروا فيه وعجبتنا الحفلة بالزيف عم يزيد شوفي مدينة سكيدة لأول مرة من أروع ما يكون إذن مؤسسة الشروق الإعلامية رامي أقل قصر التقافة كانوا في المستوى ودرنا عرس عرس كبير 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 لأطفال سكيدة اللي طالما طلبوا أنه عم يزيد شوف يكون هنا وخاصة وحنا في هذا الشهر هذا اليوم في الشهر ديسمبر وين الجزائر سات قط على ميتاق حقوق الطفل الإنزال القياسي لعشاق محبي فقرات وأغاني عم يزيد الموجهة للأطفال جعل الحفلة يخرج عن التقاليد المتعرف عليها وتسبب في ضغط كبير على مستوى قاعة قصر التقافة والفنون ولكن بالنسبة للأطفال كل ذلك لا يهم بقدر ما يهم الاستمتاع بأنشيد وأغاني عم يزيد نحب قناة الشروق بزاف ونحب تدعمي يزيد ونجمنانه كل يوم بألف خيال نجمن زاير عجبني عم يزيد نحبه بزاف ونشوفه في تليفزيون ونتمنى نزيد نشوفه تحت شعار أطفالنا أملنا مستقبلنا وكما لاحظت خاصة اليوم اللي كان فيه إقبال ضخم كبير كبير جدا للأطفال والعائلات اللي جاءوا من أجل باش يشاهدوا حصة عم يزيد التليفزيونية اللي حقيقة اليوم نالت إقبال كبير كبير جدا أمام غياب فضاءات الترفيه وانعدام قاعات اللعب وحذائق التسلية التي يقضي فيها أطفال الولاية عطلهم المدرسية الواجب على أصحاب الفضاءات التقافية تكرار مثل هذه المبادرات الجميلة ترجمة نانسي قنقر